المستوى كان المصيدين دمستفض لغلود الخبز في فران باندولي حسنا نحتاج 1-300 قرم الطحين نضيف الخبز في الماء نضيف البيضاء نضيف الملح نضيف الخبز نضيف الملح نضيف الس بحليب نضيف الحليب نضيف الزبدة نضيف الجزبدة نضيف الخبز نضيف الحليب نغطيها ونخليها 15 دقيقة على مطلق القراسة هنا اخذت الحليب محبا ومع القادة الحليب المركز نضيفهم فوق البوطة كي يعقدوا ونخليهم جمتة كي يبردوا اخذت المنزل من البنت انا قمت باللطس رجاء نقسم على السدي الطرف الطرف نشكله على شكل كويرة ونضيفه الطحان لان العجينة تلصقا وليس لا تلصقا على الطابلة تساعدنا في خدماتنا هنا انا قمت باللطس القويرة اللوله السيفس من العجين في الجنيب نضع المعلقات الكريم و نضع عليها قليل الزبيب نضعها بشكل ما ترى و نقطع هذه الحواف كيف تلاحظوا سوف نستقلطها بشية الزبدة و شية الطحين سوف نضع لجنة ديانة تخمر 1 ساعة المقانة ساعة الأرض عمل الحليب و نضع حليب و نضع لجنة ديانة خمير و نضع لجنة بمحぁ بيضاء ملحجة على منصف المغلق المغلق و نضع لجنة نضع المغلق من علشي البحث تضع لجنة و نضع لجنة صفح حرارة متوسطة ما بين 45 ساعد المقان هنا بعد مخرج تعمل الفران نرى شكلها تأتي طالعة و ترى محمرة و غزالة ما شهيتكم فيها و تصحاوا الراح اربي نوركم لا تنسونيش باللايكات و بالبرتاج و ان شاء الله الجديد دائما نعشين فئزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر